شفنا في استواقفين بالوسط بين المطرقة والسندان فكان الاقتراح قلاتي يا سيادة رئيس مجلس النواب باسم سيادة تقدم الاستقالة مالتك وهذا الرأي الاغلب كان ورأي ايضا السيد محمد الحلبوس والشيخ خميس الخنجر انه هاي استقالتي اذا قبلتوها فانظوا انت روحوا شكل برنامان جديد ورئاسة جديدة وحكومة جديدة وحكومة جديدة واحنا لحد يطلع بات العقبة يحملنا المسؤولية التاريخية واذا رفضتوها فمعنى هذا تجديد للبرلمان لكن عفوا هو صار تلعب للفاظ لانه الاستقالة تلعب استقالة عن برلمان استقالة عن منصب رئيس المجلس تلعب للفاظ انه لا يريد الاستقالة عن المجلس كنائب استقالة عن منصب رئيس المجلس فسيرجع كنائب صحيح هذه الخطوة التي احنا اكدنا عليها الاستقالة من الرئاسة وليس من مجلس النواب ليش ليش قولي دكتور أعطيكيها معلومة بحقيقة وأنا هنيك هنيك أنا إن شاء الله كل شي هنيك يعني أنت الوحيد هس اللي فاجأتني ولي قفتها أفطول هالفتين وسبعين ثلاثة أربعة وسبعين ساعة الاستقالة من رئاسة مجلس النواب لا تعني الاستقالة من مجلس النواب يعني عندنا فرصة ثانية مثلا هاي بتقدم أو سيادة أيضا ياخذ خطوة خطوة الحلبوسي احنا كلها محسوبة اكو مستشارين يشتغلون صح اكو ذكاء صح السيد الحلبوس لا يقل ذكاء عن الباقي سيادة ايضا شيخ خميس الخنجر كان الى رأي سديد بها بالتعاون قبل حوالي ستة يام بالضبط كان الاجتماع بالقادسية بالدار الضيافة وطرحت هذه الآراء جميعها ووصلنا الى هذا الرأي والرأي الاخر هذا رح أسر بأول مرة للإعلام سيادة لن يقول مع طرف ضد اي طرف اخر